اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نحول الصور الى صور سينمائية ممكن استخدامها في البوسترات في البداية راح نستنسخ الطبقة للمقارنة من خلال كريك ايمن ودبلوكيت ليرز الصورة المستنسخة راح نحولها الى اسود وابيض من اجستمنت ونختار بلاك اند ويت ومن ثم اوكي راح نزيد من الاضاءة من خلال انه نضيف برايتنس اند كونتراس طبعا البرايتنس راح نخليه الى اليمين والكونتراس ايضا الى اليمين قليلا مثلا 20 ب13 الان راح نضيف تدرجات الالوان من خلال adjustment layers ونختار gradient map نجد نضغط click بهذه الطريقة على هذه الطبقة ونختار مثلا هذه التدرجات نخلي هذا الجزء باللون النيلي مثلا ممكن يكون بهذا الشكل وطبعا هذا الجزء راح يكون باللون الاصفر او الخردلي بهذا الشكل ممكن يكون افتح قليلا ومن ثم اوكي واوكي لاحظ ان الصورة اصبحت سينمائية اكثر وجاهزة للإعلان كبوستر نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى